رسميا تدخل اليمن ضمن أزمة عالمية عنوانها وباء كورونا يومان فقط على شفاء أول حالة من كورونا في حظر موت وإعلان إصابة خمسة أشخاص آخرين لكن هذه المرة في عدن اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة قالت إنها سجلت إصابة خمسة أشخاص آخرين في العاصمة المؤقتة الوباء الذي يتجول عالميا منذ خمسة أشهر يتم الإعلان عنه في اليمن وسط إجراءات مشددة لكنها قد لا تكون كافية ولمواجهة هذه المستجدات أعلن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والمسيطر على عدن حظر التجوال الشامل على مدار ساعة بدءا من منتصف ليل الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام إغلاق المنافذ البرية أيضا من قبل الانتقال مع السماح بدخول المشتقات النفطية والسلع الغذائية إضافة إلى إقفال أسواق القات والمطاعم والمساجد لمدة أسبوعين فهل تنجح خطوات كهذه لمواجهة قاتل صغير عجزت عنه كبريات الدول العالمية؟ الأمم المتحدة حذرت مرارا من انتشار سريع لفيروس كورونا في اليمن وقالت إنه قد يؤدي إلى نتائج مميتة مخاوف الأمم المتحدة تركزت في أن الوباء قد يقتل في اليمن أكثر مما يفعل في البلدان الأخرى كما ظهرت مخاوفها أيضا من أن تفاقم الفيروس سيطغى سريعا على قدرة النظام الصحي والسؤال إلى أي مدى يمكن أن تصمد المرافق الطبية قبل أن تعلن عجزها الكامل عن مواجهة الفيروس مع الإعلان عن الإصابات الخمس صارت الأشباح حقيقة وما كان متاحا بالأمس للسلطات قد لا يكون اليوم فاليمن تضم إلى قائمتها معضلة جديدة إلى جانب معضلات أخرى أهمها الحرب فالمصائب كما قيل لا تأتي فرادا